تحية للإمام الذي حرر الفتوى فحرر فيها مجلدات أخرى ضمن فقرات مهرجان فتوى الدفاع الكفائي المقدس بنسخته السابعة نشهد هذه الجلسة الخاصة بمجزرة سبايكر هناك عدة فعاليات في هذه الجلسة أولاً إزاحة الستار عن موسوعة مجزرة سبايكر من نسختين المرمزة وغير المرمزة فضلاً عن إلقاء القصائد التي تمجد هؤلاء الفتية الذين ضحوا بدمائهم من أجل سلامة وحدة العراق اليوم إذا الله سهل راح نزيح الستار أيضاً عن الموسوعة الوثائقية لمجزرة سبايكر هذه الموسوعة بنسختين نسخة صريحة بـ 24 مجلد ونسخة أخرى بـ 18 مجلد طبعاً عدد تلاحظة أكو فرق 6 مجلدات أو 6 أجزاء طبعاً هذا يعود سبب الاختلاف إلى سرية الوثائق وخطورة الموضوع وأهمية الموقف ولا شك بأن الدور الذي قامت به العتبة العباسية بالتوثيق هو تكريم لدماء الشهداء شهداء سبايكر لأنهم شباب ذهبوا ضحية الفكر المتطرف الموسوعة أشرف على كتابتها وجمعها وتبويبها وتصنيفها وفق منهجية علمية المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العطبة العباسية المقدسة ولتكن شاهداً على تلك المجزرة ومساهمة لمنع تكرارها ولتحقيق العدالة بإنصاف ضحايا هذه المجزرة وجعلها مصدراً لكل من يبحث عن الحقيقة ترجمة نانسي قنقر